اشتركوا في القناة في الفيديو ده حذكر استخدام كل منتج بناء على تركبته اللي اطلقتها شركة يوسرين في علاج التجاعيد وفي الحقيقة جملة علاج التجاعيد دي علشان اوضحها اكتر منتجات علاج التجاعيد سواء يوسرين او غيرها من الشركات بتشتغل على مقاومة التجاعيد اكتر او بمعنى تحسين لمظهر الخطوط والتجاعيد والعلامات الظهرة في البشرة باللاحظ منها نتائج لكن مع روتين متكامل للعناية بالبشرة خاصة مع اصحاب البشرة الجافة والاشخاص العرض اكتر لزهور تجاعيد مبكرة وتركيبة التلات منتجات بتختلف في بعض المواد اللي اضافتها ايوسرين علشان تميز بين كل مجموعة فيهم والمعلومات اللي حقولها دلوقتي هتفدنا في التمييز بين كل منتج والتاني بعد سن الخمسة وعشرين نسبة الكولوجين بتقل سنويا واحد في المية بمعنى انه مع التقدم في السن نسيج الجلد بيتغير بدلا ما كان ترتيبه منظم في فترة الشباب نسيجة الجلد الغير منظمة هتزيد الياف الكولوجين بدلا ما كانت مجدودة بتكون في شكل غير مجدود كمان نسبة الكولوجين والإلاستين والهيلرونيك أسد حتقل وبالتالي حتظهر معانا الخطوط الرفيعة والتجاعيد دي كانت مؤدمة حتساعدنا في اختيار المنتج المناسف في التلات كريمات لو بتشتكي من خطوط رفيعة وتجاعيد ظهرة في الجبهة بين الحواجب ومنطقة حول الفم علامات بتظهر مع تعبيرات الوجه كريم ايوسرين هيلرونفيلر حيكون مناسف في الحالات دي وللأسف الخطوط الرفيعة دي لو تركناها بدون منتج زي هيلرونفيلر هتبقى أعمق وتتحول لخطوط وتجاعيد عميقة بيعتمد على مواد زي هيلرونيك أسد بيكون في صورة سوديوم هيلرونيت بتكون في شكل وزن جزئي منخفض ووزن جزئي عالي وبالتالي بتساعد بالطريقة دي في ترتيب البشرة الخارجي والتضفق لطبقات الجلد الداخلية وتحسين مظهر التجاعيد الظهرة بالبشرة جوليسين سابونين من المواد الرئيسية في تركيبة هيلرونفيلر واللي بيعتمد عليها المنتج في زيادة إنتاج حمض الهيلرونيك بمستويات عالية بتساعد في الحفاظ على ترتيب البشرة وتحسين لحالة التجاعيد هيلرونفيلر متوفر منه كريم نهاري وكريم ليلي الكريم النهاري مستو انه بيحتوي على واقي شمس حماية SPF50 اختصارا الكريم السيلفر ده من إيوسرين هيلرونفيلر تحسين للتجاعيد الرفيعة والعميقة والخطوط الظهرة بالبشرة وينفع في فترة الشباب والأعمار المتقدمة المنتج أو الكريم التاني وهو إيوسرين هيلرونفيلر هنستخدمه في حالات تراهل الجلد أو فقدان حجم البشرة الصورة الأولى بتظهر لنا الجلد مجدود وفترة الشباب وما فيش أي علامات للتراهلات أو فقدان حجم البشرة أما في الصورة التانية فهنلاحظ الجلد مترهى للأسفل خاصة في مسلس منطقة الفم بالإضافة لتجاعيد وعلامات ظهرة في منطقة حول العين تراهل الجلد ده سببه طبعا التقدم في السن وانخفاض عدد الخلايا وبالتالي بيحصل ارتخاء في الجلد نتيجة فقد الكولوجين والإيلاستين ومواد زي حمض الهيلرونيك والحالة دي بتكون أكتر مع التقدم في السن يعني الفوليوم ليفت مناسب للأعمار المتقدمة فوق ال40 سنة مثلا أكيد طبعا يوسرين علشان تميز بين كل منتج والتاني بتغير في المواد الأساسية وكريم فوليوم ليفت بيعتمد على ماجنولول اللي أثبت فعالية في زيادة حجم خلايا البشرة بيساعد بشكل كبير في تحفيز ألياف الكولوجين بالبشرة وبالتالي نضارة أكتر للبشرة وليجو بيبتايدز تحفيز لإنتاج الكولوجين بالبشرة هيلرونيك أسد واللي بيكون في صورة السوديوم هيلرونيت لحفاظ على ترطيب البشرة وتحسين لمظهر التجعيد متوفر من الكريم الطوبي هيلرونفيلر فوليوم ليفت كريم نهاري وكريم ليلي والكريم النهاري معه واقي شمس حماية SPF 15 فوليوم ليفت من يوسرين هيفدنا في علاج ترهولات البشرة وعلاج فقد خلايا أنسجة البشرة وتحسين للتجعيد الزهرة بالوجه ومناسب أكتر زي ما ذكرت للأعمار المتقدمة المنتج أو الكريم الثالث يوسرين هيلرونفيلر إلاستيستي بيطارجة هدف أنك محتاجة منتج يشد بشرتك مرونة الجلد قلت مع التقدم في السن ومحتاجة كريم يزود مرونة البشرة ويحسن من مظهر الخطوط العميقة بالبشرة وزي ما عرضت في توضيح أول الفيديو أن نقص مرونة البشرة سببها الرئيسي انخفاض نسبة الكولاجين والإلاستين نتيجة التقدم في السن هيلرونفيلر إلاستيستي بيعتمد على مواد منها أركتين اللي بيساعد في تسريع عملية تجديد الكولاجين في خلايا البشرة والإضافة لمادة سليمارين من مضادات الأكسادة القوية اللي بتساعد في تنشيط الدورة الدموية للبشرة وبالتالي التركيبة بتعتمد على المواد دي بشكل أساسي في زيادة مرونة وشد البشرة بالإضافة لحمض الهيلرونيك بجزيئاته المنخفضة اللي بتساعد في تحسين حالة وملء التجاعد العميقة يوسرين هيلرونفيلر إلاستيستي الكريم الزهبي متوفر منه كريم نهاري مع واقع شمس حماية SBF15 وكريم ليلي استخدامه لشد البشرة زيادة مرونة الجلد وتحسين لمظهر التجاعد العميقة بالبشرة الأنواع الثلاثة متوفر منهم كريمات على حسب نوع البشرة جافة أو دهنية أو مختلطة وبعد الفيديو ده لو شفتي كريمات هيلرونفيلر في أي صيدلية أي موقع هتعرفي تحددي أي نوحة ينسبك بتمنى تكون المراجعة عجبتكو ما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك بالقناة ومشاركة الحلقة تحياتي دكتور صيدلي طارق محمد عبدالله